السلام عليكم سألني سائل كيف أعرف أن القاعدة باطلة فقلت له بأمرين إذا خالفت دليلا صحيحا فكل قاعدة خالفت الأدلة الصحيحة فإنها باطلة الثاني أن يتضمن العمل بها تعطيل شيء من الأدلة الصحيحة فكل قاعدة تضمن العمل بها تعطيل شيء من الأدلة فهي باطلة والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة